اقتراح قانون سحب الجنسية من المقيمين في الخارج هو قيد الدراسة حالياً لكنك أعلنت رفضك له لماذا؟ أولاً شكراً جزيلاً على كرامي الاستثافة والدعوة طبعاً كنت قلت أن هذه قضية الجنسية ليست ملكاً لأحد ليست ملكاً لأي سلطة قائمة وإنما هو حق وجودي لأي إنسان يولد في أرض أو في دولة ما لا يمكن لأي سلطة أو أي شخص أن يسحب من غيره الجنسية حتى وإن كان هذا الإنسان ربما مخطئاً أو كان مذنباً يجب أن يحاكم في إطار عدالة مستقلة وعدالة حقيقية أما أن نفكر في سحب الجنسية بهذه الطريقة خاصة في السياق الذي تعيشه الجزائر وهو سياق حراك شعبي وثورة شعبية سلمية تدعو إلى تغيير جذري وإلى بناء دولة المؤسسات فهنا الجميع يدرك أنه في محاولة لاستعمال مثل هذه القوانين من أجل إسكاة الآراء الحرة وإسكاة المعارضة وإسكاة الحركيين الذين يدعون إلى تغيير جذري سواء كانوا في الجزائر أو كانوا خارج الجزائر لهذا اعتقادي أنه لا يمكن أن تسحب الجنسية من مواطن جزائري وفق هوى سياسي أو وفق هوى يراه الحاكم أو تراه السلطة من أجل الاستمرار والمناورة ترجمة نانسي قنقر